السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني منذ أيام كل السوشال ميديا تضج بموضوع أن السلفيين هم شيعة السنة وبأن السلفيين يروجون لأحاديث مكذوبة تخدم الشيعة وبأن السلفيين طبعا يقود الحملة اليوتيوبر المصري صابر مشهور الذي يبث من تركيا وينتقد انتشار التشيع حتى في تركيا ويحمل المسؤولية للسلفيين وينتقد انتشار التشيع في أكثر من دولة عربية وفي دول العالم خصوصا في عشراء هذا العام فاعة الدنيا يحمل المسؤولية للسلفيين وللأحاديث النبوية التي يتداولها السلفيون من النسابوري وحاكم الحاكم النسابوري ويحمل السلفيين مسؤولية العودة إلى الأحاديث التي لم يقرها مسلم والبخاري ودرسها الألباني وأقرها أنا لا أتحدث هنا عن موضوع فقهي حقيقة أنا لست متخصصا بالفقه لكن أنا متخصص بالسياسة وصابر مشهور متخصص بالسياسة وكل الذين روجوا وناقشوا هذا الموضوع سواء مع صابر مشهور أو من خلال قنواتهم أدلوا بدلوهم قدموا أراء سياسية وليست أراء فقهية لأنه لم يكن أحدا منهم معروفا بأنه من فقهاء الحديث ولذلك أنا حديثي سيكون بالسياسة وسوف أبرهن كيف أن الموضوع موضوع سياسي وكيف أن الإخوان المسلمين يروجون لهذا الموضوع لكي يتهربوا من الحقيقة التي يرون أنفسهم فيها في المرآة لنفترض أن هناك أخطاء في موضوع الفقه أنا شخصيا منحاز لفكرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب تدوين ما يقول وأن عمر بن الخطار رضي الله عنه نهى عن تدوين أحاديث الرسول وأن هذه الأحاديث دونت فيما بعد لأسباب مختلفة بعد مائتي عام من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هناك كثير من الإسرائيليات وكثير من الدس وكثير من التزوير وكثير جاء بخاري ومسلم حاولوا قدر الإمكان تنقيت وفلترت الأحاديث الشريفة نجحوا حيثما نجحوا وأخطأوا حيثما أخطأوا بالنهاية عمل بشري وجاء الحاكم النسابوري في عصر التشيع عصر الدولة البويهية لكي يدخل دسائس دعني أقول هذا أو أعتقد بهذا الذي يفلتل هذا الموضوع ويفهم بهذا الموضوع هم علماء الحديث هل صابر مشهور يعرف أكثر من علماء الحديث منقطع لا هل أنا منقطع لا لكن من حقه أن يبدي رأيا من حقه أن يبدي رأيا ولكن كلام الحق الذي يراد به باطل مصيبة مصيبة حقيقية قد يكون كلام صابر مشهور كله كلام حق ولكن أن ينزل كل الآثام على رؤوس السلفيين ويحملهم مسؤولية انتشار التشيع والسكوت على التشيع وكل هذا الهيجان الشيعي هذه كارثة وكذب وتدليس ونفاق لماذا؟ أنت تعرف يا صابر مشهور أنك عندما تتحدث عن السلفيين فأنت تتحدث حصرا عن السعودية حصرا عن المملكة العربية السعودية وأنت تبحث عن أي ذريعة لكي تدخل فيها المملكة العربية السعودية في أتوني الاتهام والتشكيك والقدح والذنب هذا معروف يعني بفيديوهاتك أنا من متابعي شابر الصابر مشهور لا أرى كل الفيديوهات لكن أرى فيديوهات كثيرة له وأستفيد أحيانا من المعلومات التي يقدمها ما شاء الله وكارة أنباء وكارة أنباء أحيانا في اليوم الواحد يقدم فيديوهين وثلاثة وأحيانا أربعة وله مكتب في اسطنبول ونشيط لا أدري لديه فريق عمل أم ليس لديه لكن لا أعتقد أن هذا الجهد ممكن أن يقوم به شخص واحد يعني ثلاث أربعة حلقات في اليوم هذا جهد عظيم أنا مع عند التوجه لقناة صابر مشهور ضد إيران مع التوجه للتحذير من مخاطر التشيع والتحذير من الغزو الفارسي مع توجه صابر مشهور بالتعني بالدولة الأموية والدفاع عن الدولة الأموية وأنها هي كانت الدولة التي عبر فيها العرب عن مواهبهم وإمكانياتهم القيادية واكتسحوا العالم واستمرت بالأندلس أكثر من ثمانمائة عام لكنها في بلاد العرب بالقرب من الفرس لم تستطع أن تستمر أكثر من مئة عام بعدها جاءت الدولة العباسية أنا مع هذه التوجهات لصابر مشهور مع النقد الذي يقوم به صابر مشهور حتى للحديث الشريف حتى للحركات الإسلامية حتى لكل هذا حتى لتركيا هو ينتقد حتى تركيا وهذا جيد ولكن دعنا نكون صريحين أخي صابر أنت الآن تعرف بأن هذه الدول المتهمة بالسنفية والمتهمة بأنها شيعة السنة والمتهمة بأنها تفرش البصات الأحمر لكي يتقدم المشروع الشيعي هذه الدول تقصد بها السعودية ودول الخليج عموما دعنا نكون صريحين أنت تتهمهم بهذا طيب ألا ترى في واقع الأمر أن هذه الدول هي التي تقف في وجه المد الإيراني ألا ترى بأن هذه الدول هي التي تصدت للمشاريع الإيرانية لا أقول أن التصدي كان تصديا يعني محكما وكبيرا وحقيقيا ولكن على الأقل لا يتصدى أحد لتصرفات إيران بقدر ما تتصدى السعودية والإمارات هذا برز في اليمن وهذا برز في العراق وفي سوريا وفي لبنان هناك تقصير بالتصدي؟ نعم هناك تقصير بالتصدي ولكن لا يوجد دول أخرى غير هذه الدول التي تشير عليها أنت بأنها سلاثية تتصدى لإيران لا يوجد حركات سياسية إلا الحركات السياسية السلاثية تتصدى لإيران أنت تعرف هذا لماذا تريد أن تتهمهم بغير ذلك؟ في الوقت الذي الجبهة التي تدافع عنها وتتستر عليها وهي جبهة الإخوان المسلمين هي المتحالفة علناً مع إيران هي التي تتحالف مع إيران منذ أكثر من خمسة وستين عاماً هي التي ذهبت قيادتها إلى طهران في نهاية عام تسعة وسبعين لمبايعة خميني هي التي تتقاسم السلطة مع جماعة إيران في العراق هي التي تراوغ في اليمن لصالح الحوثيين هي التي تتحالف باسم القضية الفلسطينية مع إيران في غزة وحماس والجهاد الإسلامي تحديداً حماس هم السلفيين أنت تعرف بأن هناك تياراً كبيراً في تنظيم الإخوان المسلمين يتحالف مع إيران هذا تيار يدعم فعلياً إيران واقعياً على أرض الواقع التحالف ظاهر ومعلن لا تتحدث عنه وتقفز إلى السلفيين لكي تتهمهم من خلال أحاديث أنا لا أدري مدى صحتها ولكن بدي أفترض أنها صحيحة أحاديث غير معمول بها لماذا من المفيد أن تشير إلى أحاديث خاطئة أحاديث غير مدققة أحاديث مدسوسة هذا مفيد ولكن أن تتهم السلفيين بأنهم من خلال هذه الأحاديث التي هم يقولون بأنه غير معمول بها تتهمهم بأنهم هم وراء التشيعوا بأنهم شيعة السنة هذا افتراء هذا افتراء كبير خصوصا عندما تتسطر على المتحارفين مع الشيعة والمتحارفين مع إيران والمتحارفين مع نظام الملالي أنا سعيد جدا بأن تتحدث عن تسلل التشيع إلى تركيا وهو موضوع خطير موضوع خطير بالفعل موضوع خطير حتى الشيوع التركي أصبح يرحب بإحياء ذكرى الحسين أنا مع مفهومك لموضوع التهييج المتعمد بحجة مقتل الحسين أنا مع مفهومك بموضوع أننا مقصرون في إبراز مقتل عثمان بن عفان أننا مقصرون بالدفاع عن أنفسنا ولكن لا داعي لأن تصوب رصاصك بالاتجاه الخطأ يجب أن تصوب رصاصك باتجاه المتحالفين مع إيران لا باتجاه الذين يقاومون إيران والغزو الإيراني والتشيع وهذا التسيب الديني وتترك المتحالفين مع إيران لأنهم من أنصارك هذه هي وجهة نظري في كل هذا العرس في اليوتيوب المتعلق بالحاكم النسبوري والمتعلق بالألباني والمتعلق بصبر مشهور والمتعلق بكل الإخوة الذين أدلوا بدلوهم في هذه المسألة أنا أعتقد علينا أن نوحد الأهداف لا نشكد الرأي العام علينا أن نعقد مؤتمرا لليوتيوبرز الإعلاميين الجدد هؤلاء الذين طغى نشاطهم على الإعلام التقليدي وهؤلاء يلعبون دورا في توعية الناس وأنا أعتقد أنهم من خلال اليوتيوب حصلت على ثقافة ممتازة فيما يتعلق بالتاريخ العربي والإسلامي وفيما يتعلق بالحركات السياسية والشيعية وما خربت وما تآمرت على الأمة أعتقد أن اليوتيوب اليوم أصبح وسيلة ثقافة في غياب المنهاج التربوي التاريخي في المدارس العربية كلها وفي غياب الإعلام صاحب الرؤية والإعلام الهادف في الصحة العربية ولذلك أنا أدعو الحقيقة لمؤتمر لليوتيوبرز العرب على الأقل الناجحين الذين يمتلكون فوق المائة ألف وأنا لست منهم الذين يمتلكون فوق المائة ألف متابع فليعقدوا مؤتمرا وتوضع رؤية مشتركة وإن اختلفوا بالتفاصيل لكن أن يختلفوا بالرؤية فهذا يشتت الرأي العام إذا اختلفوا بالتفاصيل لا بأس لكن يجب أن تكون هناك رؤية مشتركة رؤية تحرص على زرع الوعي في الرأي العام العربي رؤية تحرص على التعريف بالتاريخ الحقيقي رؤية تحرص على التعريف بمخاطر الأعداء كل بحجمه وبدوره الذي قام به ويقوم به وسيستمر بالقيام به في المستقبل أعتقد أن هذه الدعوة ضرورة إذا كنا فعلا نعمل بدافع الحرص على الوعي العربي أما إذا كنا نعمل كل لصالح الجهة التي تدعم عمله ولصالح الجهة التي تدفع له أو أنه يعمل للشهرة أو أنه يعمل للتعبير عن الذات فهذا الحقيقة العمل لن يكون هادفا ولن يوصل الرسالة كما يجب أنا أكرر دعوتي لأن يكون الوعي موجودا على الأقل عند الذين يقودون الرأي العام قادة الرأي العام اليوم هم الأشخاص الذين تسمع أصواتهم وتسمع آراؤهم وتتفاعل الناس مع أصواتهم وآرائهم وتناقشها وتتعامل معها ولذلك إن لم يوحد هؤلاء الرؤى باتجاه واحد هو زرع الوعي في العالم العربي فإننا سوف نكون كمن جاء ليكحلها فعماها لأن تشتيت الرأي العام وتضييع الناس مسألة ليست سهلة نحن نحتاج لتوحيد الرؤى من أجل زرع الوعي في الرأي العام إذا بقينا على ما نحن عليه كل يغني على ليلاه فهذا لن يؤدي إلى الأهداف التي تخدم الأمة العربية والإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا